بأعمال إرهابية مرة أخرى مواقع للجيش اليمني في أبيان المحافظة الواقعة جنوب البلاد تتعرض لهجمات من قبل من يطلقون على أنفسهم اسم أنصار الشريعة هذه المرة كانت لودر المدينة الصغيرة شمال المحافظة هدفا لمسلحي هذا التنظيم المرتبط بتنظيم القاعدة وفقا لكثير من المصادر اليمنية حصيلة المواجهات بين هؤلاء المسلحين وقوات الجيش والقبائل المتحالفة معها بلغت 44 قتيلا بينهم نحو 14 جنديا تكرار هجمات القاعدة يعكس في رأي مراقبين فراغا أمنيا تواجه السلطات المحلية وشحا واضحا في المعلومات الاستخبارية لدى قوات الجيش حول تحركات العناصر المتطرفة في المحافظة ما يثير تسائل عديدين حول استمرار مرابطة قوات عسكرية أخرى أكثر تدريبا وتسليحا في العاصمة وعدم تحولها إلى المحافظات التي تتعرض لهجمات القاعدة وخصوصا في محافظات الجنوب ماذا تفعل هذه الألوية في صنعاء؟ هذا السؤال المطروح ذلك ما زال بقايا تركة علي عبدالله صالح التي سوف تكون يبقىها ثقيل على الرئيس عبدالربون منصرهادي وما لم يستغل زخم اللحظة التاريخية ويستكمل مسألة إعادة المؤسسة العسكرية من حاضرة العائلة إلى حاضرة القرار السياسي والشرعي الوطني سوف تبقى هذه الفراغات وهذه التداعيات قائمة غير أن الرئيس اليمني عبدرب منصور الذي ينتمي شخصيا إلى محافظة أبيان كان قد تعهد بالقضاء على عناصر تنظيم أنصار الشريعة وغيرهم من المتطرفين إلا أن أكثر قراراته المتعلقة بإجراء تغييرات في المؤسستين العسكرية والأمنية واجه ممانعة من قبل بعض القادة من أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح يجب أن يستغل زخم اللحظة التاريخية ويحدث التغيير المطلوب ويقيل ما تبقى من أقارب الرئيس السابق ويوجه هذه الوحدات العسكرية لتأدية وظيفتها بحسب الأولويات الوطنية التي أقسم عبدرب منصور هادي حديثا أن يوفي بها يذكر أن تغييرات التي كان هادي قد اتخذها وشملت إقالة بعض أقارب الرئيس السابق من قيادات بعض قوات الجيش وجدت دعما داخليا واسعا كما قبلت محاولات التمرد على قراراته وخصوصا بعد إغلاق مطار العاصمة صنعاء تنديدا شديدا في مختلف أنحاء العالم ترجمة نانسي قنقر